تمسك بدينك ما أعقلك لتسمو في ملكوت الفلك إذا ما استقمت على الدين لن تذل وتخزك ما العز لك وخذ مصحفا واتلو من آيه تدبره واحفظه لن يخذلك وخذ مصحفا واتلو من آيه تدبره واحفظه لن يخذلك وفيما تذره وما تأتي رسولك تابع في مسلك إذا ما اتبعت هدى المصطفى يقول لك السعد قد هيت لك إذا ما اتبعت هدى المصطفى يقول لك السعد قد هيت لك وداوم على الذكر في وقته هو الحصن يكفي دروب الهلك تعود على الوتر لا تنسه إذا الناس غط بليل حلك وصم قربة سوف تجزى بها أعطاء عظيما من الله لك تصدق وأنفق على المعدمين وأخلص يكتب ذاك الملك تعدل عمر الفتى الصالحات فسبحان من بالهدى عد لك تعدل عمر الفتى الصالحات فسبحان من بالهدى عد لك فمن يزرع الورد يجني شذاه فلا تبذر الشوك فالوخز لك ومن ترك النفس في غيها تمادت كذا النفس لن تمتلك وصاحب أخى الديني واصبر ولا تدعه هو الذخر لن يهمي لك فلن تلقى كل الذي تشتهي فما الأمر يبدو كما يحلو لك فدنياك يا صاحب الهم قد تزيدك هما ولم تصفو لك إذا النفس لم تشتغل بالثقى فحاذر أخى العزم أن تشغلك إذا النفس لم تشتغل بالثقى فحاذر أخى العزم أن تشغلك تخلق بأخلاقك الصالحات فما قيمة المرء فيما ملك وصل على المصطفى كل حين الله الفضل بالعلم قد أصلك وصل على المصطفى كل حين له الفضل بالعلم قد أصلك